أهلاً وسهلاً مع حضراتكم الحقيقة في البداية عاوزين كده أحياناً التاريخ وبالذات في مسألة الحروب التاريخ أحياناً لما نقرأه مرة ثانية نرى متشبهات كثيرة ونقول هل نتعلم من التاريخ أو لا نتعلم أو هل التاريخ يعيد نفسه أو هناك من يأخذ من التاريخ بعض الحركات أو يتصور أن هذه الحركات السياسية أو هذه الأفكار ربما تكون هي بالنسبة له أفضل خلينا نتكلم أكثر في هذا الموضوع نتوقف مثلاً مع ما حدث في الاتحاد السوفيتي ووجود هتلر داخل السوفيات وكان يحاول أيضاً أن يكون الجيش النظامي ضد الميليشيات ماذا حدث؟ أشياء كثيرة جداً ربما تكون ليست هذه المرة الأولى التي يكتب فيها التاريخ هذه الأحداث وحصلت في مدن أخرى حرب الشوارع اللي بتبقى موجودة وأنه يكون فيه جيش نظامي ويكون فيه ميليشيات ماذا يحدث؟ هل يعيد التاريخ ما نقرأه الآن في قطاع غزة؟ خلينا في تفاصيل أكثر ونحاول أيضاً أن نحلل المشهد سياسياً ونقرأ التاريخ في نفس الوقت والسؤال هل نتعلم أم أن التاريخ يكرر نفسه؟ مرة ثانية أرحب في ستوديو القاهرة بلواء دكتور محمد قشكوش ونستفيد أكثر من معلوماتهم نساء الخير يا دكتور منورنا للمرة الثانية في بيت للقل الحقيقة يمكن أنا بقول أننا هل نتعلم من التاريخ؟ أو هناك من يأخذ من التاريخ فكرة ويقرأ بأن هذا هو الأفضل للسيناريو الخاص به؟ ما يحدث في قطاع غزة؟ هو شبه ما حدث ما بين هتلر والسوفيات وأيضاً حروب أخرى شوارع حتى موجودة هذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم حيث المثل نقطة مهمة اللي هي الحروب اللي يطلق على الحروب اللا متماثلة مش زي بعضها القوتين المتحاربتين مش من نسق واحد الحرب 73 حرب نظامية متماثلة جيش ضد جيش معلوم ضد معلوم أما الحروب الغير متماثلة أن يكون فيها طرف مش معلوم دائماً المليشيات مش معلوم لهو لابس هوليفور ولا عنده دبابة ولا عنده طيارة ولكن هو يستخدم الأرض ويستخدم مصرح الحرب سواء كان مصرح الحرب لمدينة كاملة أو مهدمة غابة منطقة جبلية زي أفغالستان مثلاً وهكذا أو جيوش مؤجرة أو جيوش مؤجرة مرتزقة المرتزقة بس بيفرق عنده المرتزق بيشتغل في أي مكان حسب جيبه لكن المقاوم عنده قضية صحيح يعني الغزة عنده قضية عنده قضية محتل بلده بحرر بلده بحرر بلده مشروع يعني المثال لحاجة ذكرتين مثال مهم جداً وعندنا مثالة فاتنوعة يعني دايماً نقول الأرض مع المدافع أكتر من المهاجم ولو استخدمها جيداً يستطيع أن يحجز به خسائر كبيرة في الهجوم العادي مصر وإسرائيل في القتال العادي دايماً يتقال أن المهاجم عشان يحقق نجاح يكون متفوق على المدافع بالنسبة لا تقل عن 3 إلى 1 الكلام ده في الحرب اللي متمثلة مش موجود يعني ممكن إسرائيل في غزة سبع ألوية يقاتلوا في قطاع غزة اللي مساحته 40 كيلو في 8 كيلو وحتى بس زيادة 14 كيلو سبع ألوية تقاتل تقاتل المجهول اللي مش موجود اللي هو مش عارفه اللي فوق الأرض واللي تحت الأرض اللي أنا مش عارفه وسبع ألوية يعتبر كتير للمنطقة دي يعني ممكن حسب نوع المدرع غير الميكانيكي غير المشاه لكن نقدر نقول رقم متوسط من 2000 ل3000 فإذا عتاد يعني اللي هو المدرع الإسرائيلي فيه 111 دبابة رقم كبير وفيه العدد أكبر من عربات القتال المدرع مضروب في 7 بقى النمر اللي هي دايما كل يوم نسمع خسايا اللي هي عربية خير المدرع اللي بتنقل الأفراد جوه عربية لها جدار سبيت ما تختلقوش الرصاص ولكن تختلقوه أشياء عصلي حقا المثال اللي ذكر في ستالنجراد جراد بالروس يعني مدينة ستالنجراد مدينة ستالن ليننجراد مدينة ليننج رجعت من الاسم القديم سام بوترسبورج مرة ثاني يعني يعني بعد الفترة الشيوعية ما انتهت ستالنجراد مدينة مفتاح لموسكو فالهتلر والقوات المحور لان هتلر كان مع ايطاليا واليابان تقدم عبر بولندا عبر بيلاروسيا عبر أوكرانيا ووصل لغاية المدينة اللي هي هتبقى مفتاح لموسكو مباشرة عاصمة الحدس فكان هنا القتال شارس للغاية شارس للغاية لان لو سقطت خلاص الألمان بقوا في موسكو في العاصمة صحيح. ولكن المثال ده فيه الطرفين عندهم دبابات الطرفين عندهم طيارات الطرفين عندهم مدفعية الأمثلة الأخرى بتاعت غزة المقاوم ده عنده لا طيارة ولا دبابات عنده البندقية والرشاش والربيجي ولعبوه الناسفة والقبلة اليدوية واللغم فقط. لكن هو بيستخدم الأرض بيستخدمه تكتيك يعني اضرب وهرب او اضرب واختفي لان دي شغل القوات الخاصة شغل العمليات خاصة وده من أصعب ما يمكن على الجيوش النظامية طبعا. يعني رغم لان انت معندكش عدو موجود في مكان ما انتش شايفه انتش مميزه فاذا هي حرب شوارع حرب شوارع لان احنا حنلتقي يا اما في شوارع يا اما في منطقة جبلية حنلتقي في مصر حرب صعب في المثال بتاعنا نتكلم على ان الشوارع رغم ان الشوارع في غزة الركام المدن اللي تهدت المباني اللي تهدت حوالت الشوارع الى ركام ده ضد المهاجم له عنده محور تقدم للدبابة ولا محور منورة بالمحور ومحور عربي مفيش. وضعية صعبة صعب صعب ومقدرش استخدم معين مثلا الدبابات في الحرب عندهم مبدأ مما يدى الحرب ان هو الحشد دايما احشد قوات متفوق عن الطرف الاخر. ويبقى عنده تقدم في ناس في الاول في النص ومش عارف يعني كده. هل هنا بيبقى مجهز حرب الشوارع عايزة برضو تجهيز بشكل مختلف لانه بيتحرك برجله باسلحة برضو يعرف يشيلها مش هيجري بالدبابة ولا بالمدفع. لو الشارع ده محور تقدم حتيجي منه دبابات اقدر اعمل كمية اقدر اعمل الغام مضادة للدبابات اقدر اعمل عبوات ناسفة اقدر اعمل كل حاجة اقدر اعمل قناصة في اماكن معاناة تصطاد الناس اللي فوق الحاجات الحاجة الاضافية فغزة الأنفاق لم توجد في اي حرب بهذا المستوى وهم الأنفاق لو شفنا لما شفنا الناس اللي سبادلوهم من الرهائن شفت الستات والبنات اللي خارجين بشكلوهم عامل ازاي بكامل هندب ايوه مرتاحين لبسه مضيق مش خارجة من حفرة مطربة اذا المكان ده معدق لقتال طويل المكان اللي انام واشرم وحارب والبس السؤال هنا حيطرح نفسه اللي احنا طرحناه في بداية هذه الحلقة اذا كان التاريخ بعيد نفسه اذا كان المشاهد بتعيد نفسه متى ينتهي هذا الكابوس احنا في الكابوس كمان مش انساني تماما يعني زي ما حضرتك قلت هذه حرب كمان مختلفة في قطاع غزة الارض لم تعد صليحة للحرب على فكرة يعني ما نشاهده بانه الطرق كمان تم تدمرها والانفاق لا يعرفون طريقها فمتى ينتهي هذا الكابوس يعني كيف تراه المؤشر اللي حيدي اللي انا اعتقد اللي هو هيأثر في نهاية الحرب هو ضغط الشارع الاسرائيلي على قيادته وعلى وزارة الدفاع وعلى الجيش الاسرائيلي انتوا بقالكوا ثلاث شهور وعملتوا ايه النتيجة انتوا عملتوا هدف سياسي عسكري تحرير الرهائم بالقوة وعملتوا هدف عسكري اخر القضاء على حماس بشكل مبرم مش حيبة فيه كون شوق حماس بعد ثلاث شهور انت بتقول حماس انا قتلت منها من خمسة الى سبع ألف وانت بتخضرهم بخمسين ألف هل ترى بان امريكا لانه في انتخابات امريكية كمان قادمة لكن هل ترى بان سحب يعني حاملة الطائرات من البحر هل هي بمثابت ايضا رسالة الى اسرائيل بسرعة انهاء هذه الحرب ممكن تكون رسالة وممكن تكون ان الموقف استتب وفي طريقه اخذ في طريقه الى التراجع وان حزب الله خلال الفترة اللى فاتت لم يؤلم الا اشياء بسيطة على الواقف فالامر هما كانوا موجودين هنا عشان لو حصل تدخل كبير من ايران سواء من حزب الله او من سوريا هما الموجودين فالمشهد في خلال ثلاث شهور مبينش انه في اي احتكاكات وان ده زي حكما تفضلت لان قد يكون ده بداية انحصار وتراجع معدل الاداء العسكري والقتال للحرب رغم ان التصريحات الاسرائيلية حتى اللحظة تقول بان الحرب مستمرة لشهور قادمة حرب نفسية هذه حرب نفسية عشان نوري الفلسطينيين والحماس والاخرين وان المعاناة اللي انت فيهم دي قائمة لكن هو في الحقيقة عنده معاناة هو كمان من نوع اخر والمعاناة اللي في عنده من نوع اخر هو مش قادل عليها كمان فاعتقد ان المرحلة دي ستكون الوقفة الانسانية القادمة قد تكون بداية الانكسار الى مدة اطول الى وقف قتال الى حلول سياسية سحب لواء جولاني او جولاني زي ما بيقولوا سحبه ده معناه يعني كم التكبد بالخسائر اللي هو الجولاني اللي هو رقم واحد عند اسرائيل وقلشي قبل قيام اسرائيل يناير يناير 48 وهي قيمت في مايو لكن ده لواءات الصفوة ان هو حشد الجولاني والجفعاتي دول وقات الصفوة اللي هما بيعتزوا بهم والقدر بتحهم عندهم يعني حاجة أزام ان هو كان قائد المكان نقول الوقات النخب النخبة ولكن خلال ثلاث شهور كمية الخسائر ضخمة كمية الخسائر لما ناخد من ثلاثة الاثناثر ناول خذنا معدل ستة وضربنا ستة في تسعين او ستة نتكلم في رقم كبير لكن هو عاوز يعني وبعدين ده بيؤدي الى انخفاض الروح المعنوية للوحدة المقاتلة دي والاخرين هو عاوز يجدد هذا الكلام بوحدات اخرى بحيث ان الخط البياني لا ينكسر ويفضل واقف على الرجل يعني يمكن احنا على مدى هذا الشهور وهذا هو سؤال الأخير لحضرتك تبعنا الحقيقة اشياء كثيرة جدا منذ بداية الحرب وايضا يعني نزوح الاهلينا في قطاع غزة من شمال غزة الى وسط غزة شفنا تصريحات التهجير القصري والطوعي وهذه التصريحات الغريبة التي لم تنل منها اسرائيل غير الرفض طول الوقت وخاصة من الجانب المصري اذا الحرب يعني طال الامد ولم نحصد اي نتائج رؤيتك في مستقبل ما نراه ورؤيتك ايضا متى ينتهي كبوس الاحتلال هو فعلا كبوس عاكم الفضل اسرائيل كانت تتمنى ان الحرب دي تسفر عن انها تاخذ الارض من غير البشر كانت تتمنى انها تحصى على قطاع غزة فاضي ارض والغزوين دولي راحوا في اي مكان مش مهم راحوا فين راحوا مصر او راحوا اقرى وكان على هذا الحزو نفكر في الضفة الغربية مع الاردن يبقى احنا اسرائيل فضمه من الغزويين ومن الفلسطينيين يتبقى عرب 48 نعمل لهم قصة برضو ومشيهم يعني لهم يتكلم على دولة يهودية كلمة دولة يهودية دي هو عاوز يخلط قدسية الدين بالجزء السياسي دي دولة عنصرية هل هو عايز يعني يطع الفلسطينيين في شتات كما كان هو في شتات هو هو ما هو التهجير القصري والطوعي وان ينتشروا في العالم ودول تستقبلهم هو ده الشكل يعني ما شاهدنا عليه اليهود مسبقا هو حتى اذا كان بيعود اذا كان بيقول انا كنت في شتات وعودت انت كنت في الشتات من مساحة قليلة جدا والفترة زمنية محدودة جدا صحيح بينما دول مش في نقطة دول في المنطقة هما وغيرهم يعني أرض كنعان هما أهل الأرض لآلاف السنين صحيح لآلاف السنين فالجزئية دي يجب ان تتشال من المخ الإسرائيلي من المخ الإسرائيلي اذا كنت عاود تعيش في هذا المكان ونرجع لحقيقة الأديان طبعا احنا في الفترة اللي فات الدين لم نسمع من ألفين وشوية سنة اي مشكلة من هذا النوع مع الإخوة المسيحيين او اقتباس من الإنجيل في شيء ما صحيح ولا في القرآن صحيح و انا متأكد انا متأكد ان مش عاوز ادخل بس في الجزء الديني ان فيه هما معتمدين على ما يكتبه رجالهم المتطرفين لذلك لا يعندي توراة ولا يعندي تلبود ولا يعندي حكماء صهيون لا نرجع للحق نرجع للأصول نرجع لله الواحد لنا كلنا و نقدر نعيش في سلام و إلا حيفضل هذه الحروب مستمرة إلى من النهاية أكيد أكيد الحقيقة في نهاية هذا الحوار يعني قبل أن أشكر حضرتك أكيد نحن نعلم بأن العقلية الإسرائيلية لا تتغير و على مدى السنين لم تتغير و على مدى حروب أكثر من 75 عام واحتلال لم تتغير تتغير الوزارات ولكن لا تتغير العقول يعني نحلم بأن ينتهي هذا الكابوس و ينتهي معه الإحتلال أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على التفصيل و على هذا الحوار ألواء دكتور محمد قشكوش نورتنا في بيت للكل بكل المعلومات العسكرية شكرا جزيلا شكرا جزيلا بالتالي مشاهدينا نحن مازلنا كفريق عمل في بيت للكل من مصر من الأردن و أيضا من فلسطين نحاول طول الوقت أن نجد أراء أو نحصد أراء مختلفة أو نذكر رؤى قد تنير الطريق أو على الأقل أن نكون داعمين مساندين لأهلنا في قطاع غزة و لو حتى بالكلمة من خلال إعلام صادق عربي محترم انتهت الحلقة و لم تنتهي القضية ينتهي الوقت و لا ينتهي الحلم و سأظل أذكر نفس الكلام فلسطين باقية و الاحتلال في زوال